للأسبوع الثاني على التوالي تستمر المعارك بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق وسط توقعات باندلاع مواجهات عنيفة خلال الأيام القادمة بالتزامن مع حجد الجيش لقواته تمهيدا لإطلاق هجوم مضاد لاستعادة مدينتي صرمان وصبراطا غربي طرابلس الجيش الليبي أفاد بحدوث اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق في محاور القربولي وطويشا والرملة وسوق الخميس مشيرا إلى أنه حقق تقدما بمحور عين زارة جنوب طرابلس وأضاف الجيش أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة تركية في محور الوشكة جنوب شرق مدينة مسراطة وهي سادس مسيرة تركية يسقطها الجيش خلال 48 ساعة في مختلف المواقع كما أدى قصف جوي نفذه طيران تابع لقوات الوفاق على قاعدة الوطي الجوية غربي البلاد إلى مقتل المصور الصحفي الليبي محمد نجم الدين الخطابي من جانب آخر أعلن مسؤول في القيادة العامة للجيش الليبي أن جهاز المخابرات رصد خلال الأيام القليلة الماضية ناشاطا عسكريا جويا مريبا وغير مسبوق من قبل النظام التركي قبالة سواحل الليبية مدير جهاز الرصد والمتابعة بالجيش غيث أسباق أوضح في تصريحات إعلامية أنه جرى رصد مقاتلات حربية تركية بينها طائرات F-16 فوق السواحل الليبية مشيرا إلى أن استهدفت مواقع تابعة للجيش وعادت إلى بارجة حربية متمركزة قبلة الساحل الليبي شرق مدينة صبراطا المسؤول الليبي فند حججا ساقها النظام التركي حيث زعم الأخير أن قواته تقوم بتدريبات عسكرية في البحر المتوسط وأكد مدير جهاز الرصد والمتابعة بالجيش الليبي أن أنقرة قدمت خلال الأيام الماضية أكبر دعم جوي عسكري لقوات الوفاق شمل أرسل مقاتلات حربية بعدما كان مقتصرا على الطائرات المسيرة شكرا